أعطيكم العافية This is the first lecture in our course The Roadmap to General Pharmacology by Yasmeen Atalat بهاي اللكتور رح نحكي عن المين concepts بعلم الفارمكولوجي أول concept لازم نعرف عنه وهو الفارمكولوجي itself شو الفارمكولوجي؟ الفارمكولوجي هو عبارة عن علم لوجي عناها علم أو science فارمكولوجي هو عبارة عن science that deals with drugs العلم الذي يعنى بالdrugs تحديداً بشو بالdrugs بالنيتشر فارمكو ديناميكس فارمكو كاينتكس therapeutic uses adverse events preparations administrations أهم تو concepts عنا لهم الفارمكو ديناميكس وفارمكو كاينتكس وهو بعدين رح نحكي عنهم in details أكتر طيب بما أن الفارمكولوجي هو العلم الذي يعنى بالdrugs فشو هو الدرق؟ الدرق هو عبارة عن any chemical that affect the living process ولحظوا أنه مش بس أي chemical هو chemical شرطه أنه بيأثر بالعمليات الحيوية بأي كائن حي فشرط الدرق أنه yes هو chemical لكن هذا الchemical عنده القدرة تأفكت living processes أوكي؟ طيب شو الشرط التاني لهذا الدرق؟ بما أنه بيقدر أنه يأفكت living processes معنى هو قادر على إحداث تغييرات يعني قادر أنه سوي modifications فالدرق it modifies an already existing function إذن هو قادر على إحداث تغييرات by already existing function وهذا هو الشرط الدرق أساساً ما بيقدر إنه تcreate a new function هو بس بيحدث تغييرات على already existing function على function already موجود على وظيفة already موجودة أوكي؟ مثال على هذا الكلام مثلاً عنا الدرق الPPIs اللي هما proton bomb inhibitors proton bomb inhibitors شو بيسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بشكل عام القاعدة العامة شهود الدراج هو أي كيميكال بيأفكت وموديفايز واهم شرط أو أهم شغل نعرفها عنه ما بيقدر يخترع أو يسوي نيو فونكشن أوكي؟ ها كثير مهم طيب نجح نحكي عن شو هي طرق نحن نسمي الدراج؟ سيحن نحكي عن ناميك البراج كيف نسمي الدراج؟ لدينا أكثر من الطريقة لتسمي الدراج يحن ثلاث طرق هم كيميكال نيم جينيريك نيم جينيريك نيم كيميكال نيم جاي من ملاكولر تبع الدراج جاي من بناء نعطي رتيب ملاكولر تبع الدراج فمثلا لدينا مثال البنادول الاسم الكاميكال بناء على الستركتر تبعه هو N-acetyl-P-aminofen N-acetyl-P-aminofen هذا هو الاسم تبع البنادول according to its molecular structure فمنسميه كاميكال نيم الجنريك نيم اسمه الجنريك نيم اسم حركي كيف؟ مبسط هو كاميكال نيم بس مبسطينه فهو من مشتقات الكاميكال نيم هو derivative جاي من الكاميكال نيم لكنه مش الكاميكال نيم مبسطينه مسهلينه ليش مسهلينه ومبسطينه؟ عشان نقدر نحطه بموسوعة موسوعة عامة تعمم بالولايات كلايات تبعتي اليو اس فالجنريك نيم يستخدم في الفارماكو بيديا باليو اس فارماكو بيديا جاي من الكاميكال نيم فبتحسو رح تلاقو انه بيشبه الكاميكال نيم فعندنا مثلا الان اسيتايل بي اماينو فن هذا الكاميكال نيم صح؟ لاحظوا كيف الجنريك نيم تبعه بيشبهه اسيت من اسيتايل واماينو من ال اللي هي وحدة الامين الموجودة عنده وفن اماينو فن اماينو فن فاس اسيت اماينو فن بيشبه يعني الجنريك نيم بيشبه الكاميكال نيم هايها مشاعرات اللي نعرف ها طمع اسم تاني البنادول براسيتامول حتى البراسيتامول تشبه برضو الكاميكال نيم نجي على التريد نيم التريد نيم مرهوش دخل لا بالكاميكال نيم ولا بالجنريك نيم ما اسمه التريد نيم اسم تجاري ثقاط مين بيسمي المانوفاكترر نفسه المصنع نفسه هو اللي بيقرر والله جعبالي اسمي هذا المنتج ياسمين جعبالي اسمي بنادول جعبالي اسمي ادول جعبالي اسمي باندا جعبالي اسمي هذا الفاكسين فايزر سينفوم حسب اسم شركتي مثلا حر انا تريد نيم حتىش بيسألني عن ليش سميته بهذه الطريقة اوكي هو كوبي رايت كيف يعني كوبي رايت يعني اذا درقل فلاني تسمى بهذا الاسم حتى لو شخص استخدم نفس الستركتر ما منوحد يستخدم يعني مثلا بنادول هو نفس البرستامول صح بس لو انا شركة فتحت جديد وبيدي اسمي بنادول نفس الستركتر ما منوحد سميه بنادول وبرح سميه ادول بروح سميه باندا بروح سميه اشي تاني يعرفتو كيف فالتريد نيم كوبي رايت للمانفاكترر وبسميها المانفاكترر نفسه اوكي طيب نجي الان نحكي على الفيزيز تبع الكلينيكال وهاي الفيزيز راح تلاقوها بأي كلينيكال ترايل ممكن تسوى عندنا بالميديكال ريسيرج نوع من انواع الستدي ديزاينز الانترونيشنال الستدي ديزاينز هي الكلينيكال ترايلز وهي اشهر نوع الناس يعني بتعرف أول وتحديدا بتكون بالدروجز مثلا نحكي سيرجوريز يعني اي انترفنشن لكن هي طبعا مش مقتصرة فقط على الدروجز او السيرجوريز هي برضو كمان ممكن تكون دياجنوستي ممكن نحن نجيب فورم او تاست مثلا مكا تاست تبع الابلبسي ونعمل علي كلينيكال ترايل عشان نثبت بالله الاليديشن تبعته بشكل عام نعرف انه في عنا فايزز لازم نمشي فيها بالترتيب حتى نقدر نعمل افضل الادروج انه خلي الناس او المرضى يستخدم اوكي طيب شو هي هالالفايزز اول شي عنا فايزز زيرو انا هاي بالمعامل فايزز زيرو بالمعامل ما نجدخل فيها فايز وان بتعنا بالسيفتي كيف يعني نحن هون بالسيفتي نروح نجيب healthy بكون عددهم لا يتعدى الى 20 لا يتعدى الواحد healthy ونروح نجيب دوز صغيرة من هذا الدروج اللي هي هاي فايز ونروح نجيب دوز صغيرة من الدروج اللي احنا جربنا بالمعمل على الفيران جربنا بالمعمل على ونروح نحقنه بهدول الهي ونروح نحقنه بهدول الهي ونشوف هل هو safe ولا toxic عدد معنا الفيز 1 اكتشفنا انه هو safe وهي phase 2 phase 2 تقنى بال efficacy and dose كيف يعني efficacy and dose معناها انه بالdose بدأ ادور على therapeutic dose رح نحكي عن therapeutic index بعد بال pharmacod dynamics حسنا في phase 2 بدأ احدد فيها therapeutic dose وبدأ احدد فيها efficacy pharmacokrinetics طبع therapy pharmacodynamics حسنا حسنا بسبب انه بدأ احدد therapeutic dose لازم اصويها على 3 individuals لازم اصويها على diseased individuals patients قليل ويجرب عليهم safe dose التي جربت هنا وبدأ اصبح اصبح therapeutic dose 7 phase 3 برضو على patients وهنا بدي اشوف adverse events 7 dose التي قررت ها حسنا هون قررنا therapeutic dose هنا رح نجي 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 adverse events 7 therapeutic dose وبالعادة بتكون معاها full up يعني على interval بيختلف من study ل study في الاس بيعمرها على 6 أشهر وبالناس بيعمرها أسبوعين وبالناس بيعمرها على سنة سنتين خمسة سنين وهكذا كل ما طولة المدة كل مكان أحسن ليش عشان تبين معاي adverse events الأخطر اوكي طيب اخر اخر phase عندنا وهي phase الرابعة والsurveillance هذه phase تحدث بعد ما احنا أخذنا الapproval بعد ما صار عندنا approval بعد ما صار عندنا approval ننتقل لphase 4 ونودي على market ونودي على market ونودي بعد ما ودنا على market صار متداول بين المرضى والدكاتر بيصفوه وهكذا طيب شو الفائدة من surveillance ما احنا وصفنا خلاص والناس بلاشتغ الفائدة من surveillance وهو انه بعد 30 50 20 سنة ان تطلع عندي adverse events خطيرة جدا ما تكون بينات بالclinical trials اللي سوناها اللي كانت اطول وحدة فيهم مثلا 5 سنين اوكي بهال الحالة وانس ان احنا بيدتكت هال adverse events تسمعوا عن ادوية كتير انسحبة من السوق بعد 30 سنة او 20 سنة من فهي خطوات clinical investigation او خطوات انه نحكي هذا الترق سي approved or not safety efficacy and dose وعند adverse events وعند surveillance الآن نحكي على pharmacotherapeutics ماذا هو pharmacotherapeutics يحلو الموضوع بالفارماكotherapeutics هو زي كيف الموزع اللي يحدد الشغل بيحكي والله هذا الدرق منيح نستخدمه بعلاج كيت هذا الدرق منيح نستخدمه بالوقاية من كيت هذا الدرق بستفيد منه انه والله اقدر اشخص الشغل الفلانية وهكذا فالفارماكو الtherapeutics بيستخدمها to select the uses تبعية الدرق فهي زي الموزع فمثلا مثلا والله المثل تركسيت بدي أستخدمه بعلاج روماتويد اريفريتس مثلا اوكي البريفنشن مثلا بدي أستخدم الريفامبن مثلا الكنتاكت to protect الكنتاكت أو الكنتاكت اللي كانوا تواصيمة واحد مصاب بالنيزيريا من جتس الدياغنوز الدياغنوز مثلا والله إذا أستخدم واحد من السيمباثومنتيكس اللي هو مثلا نحكي المثكولين challenge عشان والله أشوف exercise induced asthma وبالتالي أشخص الازمة اوكي whatever فهي الشغلات اللي بتسوي رياها الفارماكو ثرابيوتكس ما حمثل أسيبكو منها بس أنا حبيت أوضح الفكر اوكي فالفارماكو الثرابيوتك هي العلم اللي بيخولني أعمل selection أو أوزع المهام على drugs وأحكي أنه والله هذا الـ drug بينفع treatment drug prevention drug diagnosis وهكذا وأحيانا الـ drug نفسه ممكن يكون أستخدم أكتر مشال مثلا مثلا رفان بين هذا نفسه اللي احنا نستخدمه للوقاية من نيزير من جديد تس إحوه داخل بعلاج مثلا TB وهكذا طيب هذا من اسمه الفارماكو therapeutics لأن نجي على two concepts كتير مهم وهما الفارماكو kinetics والفارماكو dynamics الفارماكو kinetics بلاحظوا من اسمها tics فtime ticking يعني حلو هاي الواحد يربط هاي الشغلات time is ticking time is ticking أوكي فارماكو kinetics أوكي معناة drug فارماكو عن pharma صح فdrug و take time إذن فارماكو kinetics هي تعدى بrelationship between the drug and the time between the drug and the time أوكي طيب الفارماكو dynamics طلاعه هاي الصورة تحسوها متحركة كتير بذكرنا بإشي dynamic فذكروا إنو الفارماكو ونحن drug وdynamic معناتو في حركة حركة معناتو في effect صح إذن الفارماكو dynamics هي طعنا بالrelationship between the drug concentration and the effect dynamic أوكي أو بعبارة أخرى what the drug can do to the body أو what drugs do to the body شو الإفكت تبع هذا على الجسم نعرف عنهم أكتر بالlictures الثانية نعرف الconcepts اللي تندرج راح تكون واحد فيه مثلا عندنا الفارماكو kinetics حكينا text time dynamics effect فارماكو kinetics time أوكي طيب بتوعنا بشو أو شو بتتضمن ضمن absorption distribution metabolism execution كيف نحفظهم كلمة adam معلش مش adam لا قرؤوها adam فأدم عنا a absorption d distribution m metabolism e excretion طيب فارماكو dynamics هكينا effect راح نحفظها عن طريق كلمة meet فعنا mechanism of action efficacy affinity therapeutic index و don't worry راح نحكي عن each of these subtitles in details later on بالlictures الجاي فهذا كان بالفارماكو kinetics والفارماكو dynamics والمين concepts بالفارماكولوجي اي حدا عنده اي سؤال على طول بعتوا دي ايميل واتس فيسبوك راح تكم good luck